How are you? تعالونا عبعد نحسم الجدل ما بين زمن الماضي البسيط ال-past simple وزمن المضارع التام ال-present perfect يعني إيه الفرق إني أقول My little brother broke the vase أو My little brother has broken the vase إيه الفرق ما بين broke قصر وما بين has broken هما اللي اتنين قصر يعني إيه الفرق بينهم طبعا الفرق كبير جدا زمن ال-past simple بيعبر عن action حدث حصل في الماضي والحدث ده ملوش أي علاقة not related أبدا بالحاضر اللي إحنا فيه حاجة حصلت في الماضي وخلصت مفيش أي تأثير عليها دلوقتي أو ليها دلوقتي أما زمن ال-present perfect فهو زمن كده بيربط بين الماضي مع المدارة يعني هو بيربط ما بين action حصل في الماضي في ال-past بس still effective ال-action ده ليه result ليه impact ليه effect دلوقتي في الحاضر فيه تأثير وفيه نتيجة بينه على الفعل اللي حصل ده فالجملة الأولى My little brother broke the vase معناها أن أخويا قصر الفوزة قصرها مبارح قصرها من سنة قصرها هو صغير بس هي قصرت في الماضي فيش أي حاجة تدل على ال-action ده دلوقتي لكن My little brother has broken the vase معناها أن أخويا لسه قصر الفوزة آه في الماضي بس فيه قصر للكسر ده في المدارع الإزاز للسواقع الفوزة هي قدامكم مكسورة يعني أنا بتكلم عن نتيجة على action ال-result بتاعته موجودة لسه معي تمام؟ يعني مثال تاني لو أنا بقول لك I ate my lunch I ate my lunch معناها أن اللانش بتاعي أو الغداء بتاعي أنا أكلته خلاص كلته مبارح كلته من سنة بس عادي I able to eat again أنا قادر أكل تاني ما عنديش مشكلة أن أنا أكل أنا كلت كلت من زمان لكن لما أقول I have eaten my lunch I have eaten my lunch معناها أن أنا لسه أكل زي ما أنت بتاكل وواحد يعدي قدامك فتقوله إيه اتفضل بسم الله فيرد يقول لك ده أنا لسه أكل كلمة لسه دي اللي هي معناها أن ال-action لسه حاصل وتأثيره ما زال موجود هي دي زمن ال-present perfect I have eaten my lunch معناها أن أنا I stuffed I'm stuffed أنا شبعان خلاص أنا مش قادر أكل تاني أنا أكلت في الماضي بس فعل الأكل أو ال-action ده تأثيره لسه مستمر معايا في المضارع لكن I ate معناها أن أنا أكلت مبارح yesterday last year السنة اللي فاتت هو ده الفرق بينه thank you موسيقى